السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونستمر معا إن شاء الله في الحرب على السكري لو سألنا فلان من الناس متى آخر مرة تأكدت أنه ما عندك سكري يعني تتأكد أنه أنت مش مهدد بخطر السكري طبعا الجواب المعتاد لما نسأل هيك سؤال الجواب المعتاد أنا ما عندي أي أعراب وما عندي وجع ولا عندي ألم ولا عندي أي شيء يعني نهائي وليش بدروا حفحص هذا الجواب المعتاد حتى أنا معي نفسي شخصيا يعني بجوزة أنا اكتشفت بال2007 لكن ممكن معاي سكري من 2004 و2003 لأنه مشكلة للسكري إنه ما في مشكلة يعني ما بتظهر علينا أعراض نهائيا ما ألم صداع كذا ما في إلا لما يكون الوقت قد تأخر ومضى على الموضوع سنوات وسنوات طوال ممكن يكون خمس سنوات ممكن يكون ست سنوات أو ممكن أكثر من غير ما نشعر بأي شيء وطبعا من غير ما نحس من غير ما نحس السكري بيرتفع وصار عندنا مشكلة مع السكري وبيبدأ الموضوع بالأدوية الموضوع يبدأ أولا بالأدوية الكلوكوفاج الديامايكرون اليتراجين تادو وكل شوية بيزيد الدواء كل شوية بيزيد الدواء كل شوية بيزيد الدواء كل شوية بيزيد الدواء لغاية هذا الدواء يبطل ينفع يبطل يجيب فايدة فبنضطر إنه إيش نبدأ ناخذ الأنسلين نوع أو نوعين خمسين وحدة أربعين وحدة ثلاثين وحدة سبعين مية حسب حالة الشخص وحسب البنكرياس واللي جرانه طبعا في علامات بيحذرك الجسم إنه عندك مشكلة أنت يا فلان عندك مشكلة الجسم بعطيك علامات والبنكرياس بيقول لك يا فلان ريحني أنا تعبت هاي علامات بعطيها الجسم عشان يقول لك إنه البنكرياس تعبان قدرته خفت عندك مشكلة بشكل أو بآخر هذه الجسم بعطيك إياها هاي العلامات يرجع فلان ويقول أنا ما عنديش أي علامات يعني مافيش مافيش أي إشي ظاهر في جسمي مافيش أي صداع مافيش أي ألم فما عنديش علامات ماشي يا فلاء الحمد لله أنه ما عندك علامات من اللي منحظة كلها إن شاء الله إذا عمرك فوق الأربعين لازم تعمل فحص السكر التراكمي والأنسولين إذا صار عمرك بعد الأربعين وحياناً فوق الخمسة وثلاثين خاصة مع اتباع نظام غذائي أو نمط غذائي غير صحي ساندويشات وهمبورغر ومعكولات سريعة وأرز وخبز وكل هاي الأمور إذا صار عمرك خمسة وثلاثين أربعين سنة نصيحة روح افحص حتى تتأكد أنه أنت سليم وما عندك مشاكل مع السكر إذا عندك سمنة يجب أن تفحص السكر التراكمي والأنسولين كيف بنعرف أنه عنا سمنة زائدة إذا محيط خسرك أكثر من مية وخمسة سانتي للرجل افحص معلاته عندك مشكلة وبالنسبة للأخوات إذا محيط الخسر أكثر من تسعين سانتي نصيحة نروح نفحص السكر والأنسولين إذا بتقضي الليل رايح جاي على الحمام على بيت الخلاء كل شوية بدك تذهب للتبول عندك مشكلة من المشاكل وأكيد أكيد مقاومة إنسولين أكيد مئة بالمئة مقاومة إنسولين إذا عندك غباش عدم وضوح في الرؤية خاصة البعيدة برضو تروح تفحص يعني لما تحس أنه نظرك ضعف صار يضعف طبعا ما فيش مبرر أنه نظر يضعف إلا السكر طبيعة لهذا حتى بيقول لك الإنسان لما يكبر لازم النظر يضعف لا غير مصمم الجسم والعين غير مصمم أنها تضعف إلا إذا كان فيه مشاكل صحية إذا حاسس إنك كل شوية بدك تأكل يعني لسه متغدي مثلا أو ماكل عشاء أو مفطر بعد ساعتين بدك تأكل كعكة أو تأكل شيء معين بس كويتة قطعة كيك يعني اللي هي هذا فيه عندك مشكلة لأنه الجسم أنت أكلت وأخذت حاجتك وكفايتك وشبعت بعد شوية إذا كنت ماكل غلط إشي خطأ يعني للأكل الممنوع للسكري أو للإنسان العادي تكثر خبز وكذا وصرت الجوع ما بين الوجبات كل شوية بدك بشار بدك شبس بدك كذا فمعناها عندك مشكلة ولازم برضو تفحص إذا عندك حكة في القدم يعني في أسفل القدم بتلاقي في حكة ووخز زي وخز الإبر وخدر وأمور زي هيك برضو بتروح تفحص إذا حاس إنك دائما تعبان ما سويت أي شيء لكن تعبان ومرهق طول النهار يعني بتشعر بالنعاس وكذا نصيحة روح تفحص التراكمي والأنسولين إذا عندك بطء شديد في شفاء الجروح يعني أربع أيام خمس أيام قول أسبوع إذا أكثر من هيك نصيحة تروح تفحص إذا عندك سواد في مناطق التجاعيد تحت الإبت خلف الرقبة خلف الرقبة هذه المناطق إذا كان فيها سواد هذه معناها مقاومة إنسولين والسكر مرتفع عندك فروح شوف نسبة السكر عشان تعدله في البداية قبل ما يتطور ويكثر طبعا هذه العلامات بيكون السكر إلو فترة في جسمك يعني بيكون إلك فترة طويلة معك السكر أو مقاومة الإنسولين فإذا كان عندك أي علامة أي وحدة من هذه العلامات اللي ذكرتها معناه أنت في طريقك إلى السكر من النوع الثاني إلى السكر من النوع الثاني واللي بعرف الشيء الفرق بين الأول والثاني النوع الأول البنكرياس ما بفرز يعني من زمن أحيانا مع الولادة لما ينولد الإنسان البنكرياس عنده تعبام هذا نوع أول يعني ما عنده إنسولين بالطر يأخذ الإبر طول الحياة طول ما هو عايش لأنه البنكرياس خربان يعني ما بيشتغلش النوع الثاني لا كان البنكريا السليم وكل شيء تمام لكن هلكنا بالأكل وتعبنا زيادة عن اللزوم فقلت كفاءته وبطل يعطينا اللبنية أو أنه بكون يعطينا لأننا الأنسلين كثير لكن الجسم مش مستفيد منه لأنه الخلايا مليانة سكر ومشروع هذا كله في فيديو السكر التراكمي وفيديوهات أخرى وطبعا السكر اللي ماشي في الدم ومملي الدم رح يلتصق بكل خلايا الجسم يعني هذا الدم شغال 24 ساعة على كل عضو من أعضاء الجسم فاحتمال لا قدر الله أنه الشخص يصيبه تلف في الكلة يعني الكلة بتبطل تشغل وأيضا تيجي مشاكل القلب المشاكل القلب بتبدأ السكر زيادة عن اللزوم نشويات كثير فبتبدأ مشاكل القلب الدهون الثلاثية وغيره هاي اللي بتأثر على القلب وعلى عمل القلب وبدون شك أنه يؤثر على النظر يعني بيصير النظر يضعف شوي شوي وبعد هيك ممكن الإنسان لا قدر الله يصاب بالعمى كل هذا من السكري وعلى فكرة البنكرياس هذا يعني أكثر عضو مهمل نادر ما تلاقي إنسان بروح الدكتور بقول له أو على المختبر اعمل لي تحليل لكفاءة البنكرياس ما فيش أول ما تروح على العيادة عند الطبيب أو شيء بيجيس لك الضغط بيجيس لك السكر بيجيس لك الحرارة غير هيك ما فيه بيطلع في إذنك غير هيك ما فيه لما تعمل تحليل محدش بنتبه لبنكرياس وشغلها بيسولها تحليل للكلة للكبد بس لكن تحليل البنكرياس ضروري لأنه هذا العضو المهمل إذا خرب إذا تعطل خرب كل الباقي انتهى طيب كيف تتجنب وقوع كل هاي المشاكل وإن شاء الله تكون بعيد عنها وسليم منها ومعافى بإذن الله كيف وما هو معدل السكر التراكمي الطبيعي يعني متى ما عملت الفحص تكون متطمن أنه أنت في السليم اسمحوا لي قبل ما أجاوب على هالسؤالين أني أشكر جميع الأبطال كل متحدي السكري اللي ينضموا للقناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وبجهودي وجهودكم بنصر إن شاء الله لأكبر عدد ممكن من الناس حتى يرعوا ويستفيدوا وإلكم الأجر إن شاء الله بالنسبة لقراءات السكري لغاية ستة ما تقلق ما تقلق ما في عندك أي مشكلة وإنت سليم مئة بالمئة سبعة برضو ما تقلق وتركض على الأدوية ليه لأنه هذا انذار من الجسم بيقول لك أنت عندك مشكلة معناه إيش نضم أكلنا وما نرقب على الأدوية لأنه معظم الأطب بس يلاقي عندك ستة وشعرة بيقول لك ها أنت هيك سكري فضل خد دواء ليه لازم يبيع الأدوية لازم فما تلاقي ناذر جدا ما طبيب يقول لك حسن أكلك وبدون دواء ليه بيخافوا لأنه إذا ما أعطاك الدواء بيصير عليه مشاكل لأنه هيك منظمة الصحة العالمية بدها بعد قراءة الستة أو خمسة ونص وخمسة وتسعة من عشرة لازم تعطي دواء وأنا بيقول لك لا تأخذ الدواء لأنه إلو مشاكل لا تعد ولا تحصل وهذا مش دواء ستقولي هذا مش دواء هذا مسكينات بيخلي بيضبط لك السكر مع تخريب باقي الأعضاء الأخرى فما تخاف سبعة هذا معناه الجسم بيقول لك أنت عندك مشكلة معينة خفف أكلك وفقط وبترجع طبيعي وما عندك أي مشكلة سألتني كيف نتجنب هاي الأمور بسيطة أول شيء تقطع السكر هذا أول شيء تعمله تقطع السكر ثاني شيء النشويات بشكل عام خفف قدر المستطاع النشويات المأكلات السريعة تنساها الزيوت اللي بيسموها نباتية تبعد عنها ما بتقول هاش الرز خفف من الفواكه يعني اختار فواكه معينة اللي ما فيهاش سكر عالي مارس الرياضة يعني روح على الجيم وأحد الإخوة سألني ممكن نلعب حديد اللي عنده سكري آه ليش لا ما تروح تلعب حديد مين قال لك لا ما بتقدر تلعب حديد أو في الجيم يكون مثلا الجري ما بتقدرش على الجري يكون المشي عشر دقائق خمسة عشر دقائق ربع ساعة يعني زي هيك وبتتعود إن شاء الله هذا ضروري جدا الحمد لله القناة مليانة فيديوهات يعني بإمكانك تتبع هذه النصائح حتى تبتعد عن كل هاي الأمور وتتأكد إن السكري ما يزورك ولا يدق بابك لأنه هذا مرض العصر اللي صار تقريبا موجود في كل بيت صحيح يا دكتور صحيح شفنا فيديوهات وفي فيديوهات كثير موجودة لكن ما عنداش قوة إرادة ممكن أنت يكون عندك قوة إرادة أو البعض عنده قوة إرادة لكن ممكن مشكلتي أنا أنت كشخص ما عندك قوة إرادة قوة الإرادة لازم يعني شو اللي بصنعها أول شي نعطيك نقطة منها قوة الإرادة هاي لازم الهدف اللي عندك يكون أهم من أي شيء آخر يعني الهدف أني أنا ما يجيني سكري هذا أهم من أننا بدي أكل تفاح هذا أهم بدي أشرب شاي بسكر هذا أهم من كله كله لازم يكون عندك الهدف خلص حطيت الهدف أنا بدي أعالج نفسي مثلا من السكري أو أتعايش مع السكري أو ما بديش يجيني سكري خلص هدفك لازم يكون أهم من أي شيء آخر أهم من أي شيء آخر وإن شاء الله رح أعمل حلقة كيف تصنع الإرادة كيف تصنع الإرادة اللي توصلك للهدف اللي بدك إياه وأحيانا بنقول أنه مش لازم تقطع كل شي مرة واحدة بالتدريج وفي هذا الفيديو إن شاء الله رح علمك كيف تصل لأي هدف في حياتك مهما كان هذا الهدف كبير مهما كان هذا الهدف تتخيل أنه مستحيل لا ما فيه مستحيل الرجوع من الموت مستحيل غيره لا إن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى وسؤالي لكل من يستمع إلى صوتي ومن يراني متى ستبدأ بتحدي السكري هذا سؤال لازم تسأله نفسك متى رح تدير بالك وتنتبه وتتحدث السكري وتمنعه أنه حتى يدق بابك كما ذكرت أتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم فإذا أعجبكم ياريت تشاركوه مع كل شخص يهمكم أمره فزكاة العلم نشره وإذا لسه ما نضميت لعائلة الأبطال عائلة قاهري ومتحدي السكري انضم وإن شاء الله ما رح تندم رح يكون في هذا القناة فيديو تقريبا عن كل شيء يؤكل وكل ما له علاقة بالسكري وما تنسى تفعل الجرس حتى تتابع الحلقات القادمة لأنه ممكن أحد الفيديوهات يكون الإجابة على سؤالك والحل لمشكلتك أشكركم جميعا على الحضور والمشاهدة بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة